طيب النهاردة لو حضرتك بصينا على مصر مصر مليئة بالكوادر البشرية طبعا والكوادر البشرية في مصر فيه ناس كتير ممكن ما يبقاش مقتنعة بالكلام ده بس مستوى التعليم في مصر هايل 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 لانه لو حضرتك بصيت على الكوادر البشرية اللي بتطلع من مصر بالذات في المجال بتاعنا هم مليئين السوق الاوروبية ومليئين السوق الامريكية طبعا وفيه شركات كبيرة جدا بتعتمد عليهم اعتماد كبير جدا علشان يطوروا المنتجات بتاعي صحيح ازاي بقى نقدر نستفيد بوجود الناس دي ونستفيد بالكوادر البشرية اللي عندنا علشان نطور صناعة ونوطن صناعة هو ده الفكر بتاعنا المفروض يكون في الفترة القادمة لانه توطين الصناعة قائم اساسا مش على التصنيع فقط ولكن على تطوير منتجات جديدة وابتكار في مجال الصناعة طيب يعني اما احنا عندنا كل هذه العقليات الرائعة ايه تحديات في وجهة نظرك اللي ممكن تكون بتواجهنا فعلا في ان احنا نعمل التفرة الكبيرة حلو اوي احنا قلنا ان احنا عندنا كوادر البشرية قادر احلو مش كفاية هل يعني ايه مش كفاية عددهم مش كفاية عددهم مش كفاية عددهم مش كفاية تمام وفي مبادرات دلوقتي بتطلع من الدولة انها بتعمل مبادرات زي مبادري بوناه مصر رقمية بيعلموا ناس تكنولوجي في شركات كتيرة جدا بيبقى عندها فاتحباب للتدريب حاجات كتيرة صحيح تمام مش كفاية مش كفاية برضو مش كفاية طيب المطلوب بقى المطلوب طيب النهاردة لو بصنا على مجال الالكترونيات والانظمة المدمجة احنا عندنا خمس تلاف لست تلاف مهندس عاملين في مصر النهاردة في المجال ده وعندنا مصريين قدهم بيشتغلوا بره مصر احنا محتاجين نطور 12 ألف واحد تانين في الثلاث سنين الجديد غير دول ودول غير دول ودول اه فليه النهاردة السوق الأوروبية والسوق الأمريكية متعطشة الكوادر في نقص في الكوادر القادرة على تطوير الأنظمة المدمجة والالكترونيات في أوروبا وفي أمريكا فكرة حلوة جدا الكوادر دي مش هنصدرهم احنا مش عايزين نصدرهم لا ازاي نحن عايزينهم يقعدوا في مصر وليه ما يشتغل في مصر ويطلع أفكاره من مصر وتتصنع في مصر أو برا عظيم يعني أنا مش محتاج أن الناس تخرج من مصر بالعكس ده هو وجودهم في مصر أحسن لي بكتير لأنه حواليهم أقدر حط كوادر زياد أنا بابني هرم بس هو هل السوق يستوعب كل هذا الكم من المهندسين ما فيه ناس يقولك أنه هيبقى عددنا كتير يعني زي ما حصل في حاجات كتيرة قبل كتير النهاردة فيه تعطش في السوق العالمي لما نيجي نبص على الشركات العالمية الشركات العالمية كلها عندها مراكز تطوير وبحث في كل دول العالم صحيح وبعض الشركات دي موجود في مصر النهاردة شركات من دي كتير جدا احنا لما عملنا المؤتمر بتاع الأسبوع اللي فات مع الـ Global Semiconductor Alliance الهايب بتاع المؤتمر كان نحن في المكان الصح في الوقت الصح النهاردة فيه تعطش في السوق العالمي للكوادر دي لو احنا قدرنا نوفر هذي الكوادر المؤهلة على ليفل عالي في مصر هنقدر نستقدب هذي الشركات انها هتيجي تفتح Development Centers في مصر ووجود هذي الكوادر ما زال في مصر هيقدي لان احنا نقدر نكبر القاعدة وبالتالي نقدر نبني هرمت كامل من الكوادر المؤهلة اللي بتشتغل في هذي الصناعات المتقدمة صحيح ودي كمان دعوة كمان للشباب ان يبقى يعني فيه باب جديد بيتفتح نقدر ان احنا ندخله ونقتحمه ونبقى عندنا فيه فعلا يعني potential وعندنا فرصة ان يبقى ده مستقبل كبير جدا ليهم ولغيرهم اشتركوا في القناة